يعني الأوضاع الميدانية في القدس يعني الأوضاع سيئة للغاية لماذا ردت فعل على استشهاد التميمي إضرابات نفير اشتباكات في كل أنحاء المدينة في مناطق الضفة الغربية غليان في الشارع الفلسطيني السؤال لماذا عدي التميمي ولماذا كل هذا الاهتمام بلا شك أن عدي التميمي تماما كإبراهيم النبلسي تماما كراعد حازم من جنين من نابلس من القدس يحملون سمات مشتركة عدي على سبيل المثال الذي عمليا تم تصوير كل العمليات التي قام بها سواء التي حدفت هنا في حاجز مخيم شعفات أو العملية التي قام بها في مستوطنة معالي أدميم وشاهد الفلسطينيين ما جرى بمعنى آخر بأن هذه العمليات كانت مصورة كانت بصرية كان يشاهدها الناس وبالتالي هي ارتبطت بأشخاص بشخص بشباب الذين قاموا بهذه العمليات وتم تصويرها السبب الثاني هو العمر نحن نتحدث عن شباب سواء النبلسي أو التميمي أو حازم نحن نتحدث عن ثلاثة شبان صغار في السن نحن نتحدث عن شبان غير منتمين سياسيا وحزبيا وفصائليا نحن نتحدث عن شباب عندهم وسائل التواصل الاجتماعي صفحات على الفيسبوك عندهم العديد من الأصدقاء وهم أيضا معروفين بتواضعهم ووسمتهم كما نستطيع أن نرى بكل الصور التي تم تدولها وبالتالي تم أنسنت التعامل مع عديد تميمي على سبيل المثال عندما كان هناك قضية حلق الرأس التي رأيناها في مخيم شعفات التي وصلت إلى مخيم عين الحلوة في لبنان السبب الثالث هو أن هذه العمليات تؤذي الاحتلال وبالتالي المنظومة الأمنية الإسرائيلية تشعر بالارتباك الكبير نتيجة هذه العمليات التي أدت إلى إصابات مقتل إسرائيليين جرح إسرائيليين لغاية الآن هناك جندي مصاب نتيجة عملية مخيم شعفات لغاية الآن على أجلسة تنفس الاستطناعي نهيكة طبعا عن الشرطية التي قتلت هنا تماما كما حدث مع حازم راعد عندما كان قد قتل كل أولئك الإسرائيليين هذا يشير إلى أن هذه العمليات تحمل سمات مشتركة حولت أولئك الأسماء الثلاثة إلى أبطال موضوع الشهادة والتضحية بالنفس وأيضا التأكيد على استمرار العمليات رغم معرفتهم المسبقة بأن النهايات محتومة وقد اختاروا عدم إلقاء القبض عليهم اختاروا عدم الاستسلام اختاروا أن يكون هناك مواجهة للطلقة الأخيرة تماما كما حدث مع النبيلسي أو مع راعد أو مع عدي التميمي ولذلك الشعب الفلسطيني تحديدا هنا في الضفة الغربية هناك في قطع غزة في الساعة الثانية عشرة سوف يكون لحظة حداد على أولئك الشباب وبالتالي الذين استطاعوا جمع المجموع الفلسطيني الممزق نتيجة التطورات السياسية المعروفة بين الثمانية وأربعين ضفة غربية قدس داخل وأيضا في الشتات في لبنان وفي غيرها من المناطق نهيك عن قدرة السوشال ميديا في التعامل مع هذه الأسئلة نعم ما الذي يحدث الآن في مدينة القدس نحن نتحدث عن إضراب كامل وشامل في كل نواحي الحياة نتحدث ليلة أمس عن اشتباكات في العسوية في مخيم شعفات في العزرية في كل تلك المناطق الذي يشير أيضا إلى إزدياد وطيرة التصعيد في المنطقة